اهلا بكو اصدقائي وحلقة جديدة ومدكرة استحياء ومعاكم وسامي. التوقع له قوة كبيرة جدا في حياتنا. التوقع ممكن يغير حياتنا بطريقة مش ممكن تتخيلها. التوقع كمان ما بيشكلش افكارنا وعاطفنا بس لا ده بيخلينا ناخد الاجراءات اللي توصلنا لنتاج اللي احنا متوقعينها بطريقة اسرع شوية. سواء احنا ادراقنا او ما ادراقناش ان التوقع له قوة فهو التوقع له قوة. وبيقص على معتقداتنا. والتوقع ليه تأثير كبير جدا في حياتنا. والفرص اللي بتتخلق وكمان في علاقتنا. طيب ايه هو قوة التوقع? قوة التوقع ان انا بتوقع دايما الحاجة الكويسة. هو بتوقع اللي انا هنجح. متوقع ان انا ربنا هيوفقني. متوقع ان انا ربنا هيخفر لي. متوقع ان انا نجحات كبيرة في حياتي. فالتوقع بيأثر في حياتنا ازاي بقى? التوقع بيخليك او التوقعات الايجابية بتخليك دايما تتصرف بشكل يتماشى مع التوقعات دي. بمعنى ايه? بمعنى ان انا مثلا انا متوقع عن نجاح. فانا النجحين. او ان انا بعمل الخطوات اللي فعلا النجاحي هو اللي بيدفعني ان انا بعملها. فانا لما بتوقع ان انا بنجح فانا بالتالي بشتغل اكتر على هدفي. فانا بالتالي بعمل مجهود اكتر. فانا بالتالي باخد الاجرات الصح اللازمة اللي انا اقدر حقق اهدافي اللي انا عايز انجح فيها. فانا توقعت ان انا هنجح فيها فبالتالي خدت الاجراءات المناسبة لها. انما انا لو كانت توقعاتي من ناحية اهدافي غير ايجابية او ايجابية او توقعات سلبية فانا هفضل دايما خايف من اي خطوة بخدها في حقيقة اهدافي. يعني انا مسلا انا انا نفسي ان انا ابقى انسان غني. انا بتوقع او بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى وكل امل وكل افكار ايجابية ان انا ابقى انسان غني. فانا بالتالي باشتغل اكتر. فانا بالتالي باشوف ايه الفرص اللي انا تقدر تدعملي دخل زيادة عن دخلي. ابدأ مسلا اشوف الشهرة الانترنت ابدأ اشوف الاشغال اللي هي الدخول بتاعتها مفتوحة وملهاش سقف. مش زي مش زي الوظيفة. الوظيفة مسلا لها سقف. انا ممكن اكون مسلا انا بتمنى او انا متوقع بتمنى من ربنا ان انا بقى ما يصبح الحياة وغني. فانا بالتالي فكرتي الايجابية والثقة ان ربنا سبحانه وتعالى حيحقق لي ده. وان توقع ان انا هبقى كده ده بيدفعني ان انا اخد الاجراء اللي يتناسب مع تحقيق الهدفين. انما انا بقى لو توقعي سلبي او انا بقول لا انا منين هبقى منين يعني انا راجل ما حلتش على مرتبي خلاص انا هي وظيفتي وخلاص هبقى منين يعني. عمرك ما هتبقى غني. لو انت فكرت كده. ليه لان انت اصلا فكرك ده هيخليك دايما تخاف من اي خطوة ممكن تاخدها نحو انك تبقى آآ متيسر مادية. هديكم مثال يعني اباهاتنا زمان كده كانوا مصممين على الوظيفة الحكومية. وكان يقول لك لا يا عم انا وظيفة سابتة وداخل سابت يضمى اضمن بيه اكل عيشي وخلاص على كده. لما كان مسلا وحد من اباهاتنا بيجي له فرصة ان هو يتجر في حاجة معينة زي مسلا ما حصلت ايام الانفتاح في السبعينات. الناس اللي حصلت لها طفلات لانهم اشتغلوا. واشتغلوا في السبعينات واستغلوا الفرصة بتاعت الانفتاح واستغلوا الفرصة وتجروا ويعني وعملوا كل الخطوات اللازمة اللي هيتحقق لهم الصداق فبالتالي هم بقوا من العائلات السادية في مصر دلوقتي. باقي بقى المصريين وباقي بقى الناس اللي هم بلتزموا بوظيفتهم والكلام ده كلهم حقاش حاجة في الاخر طلع معيش وخد معيش وخلاص وهو عايش كده يعني على قد دخله فهو ما بقاش غني ليه لان هو فكره دايما كان بيقول وانا هبقى غني ازاي انا محلتيش هلا مرتبه فهو ده اللي دفعه الكده فهو ده اللي انا اقصد بيه ان قوة التوقع بيخلينا ان احنا نحقق اهدفنا. تاني حاجة ان التوقعات بتشكل عقليتك وبتشكل نظرتك للعالم اللي حواليك. توقعاتك بتخليك تختنم الفرص اللي بتجيلك. توقعاتك بتخلي الفرص تجيلك لان ربنا سبحانه وتعالى عارف وعالم ان انت توقعاتك خير وتوقعاتك ايجابية وتوقعاتك اللي انت هتبقى نجح فبيجيب لك الفرص لغاية عندك. ربنا سبحانه وتعالى مش هيجيب لك الفرص الا ما يكون عارف ان انت هتختنمها. انما لو جاب لك الفرصة مرة واتنين وتلاتة وضيعتها مش هيجيب لك فرص تاني. هو ده التوقع. هو ده قوة التوقع. التوقع بتزيد من السقة والتحفيز. التوقع لما يكون ايجابي بيعزز سقتك في نفسك. بيعزز تحفيزك انك عايز دايما تشتغل على الهدف. وعايز دايما تحقق نجاح اللي انت عايز توصله. فبتوصله. ربنا سبحانه وتعالى بيوفقك. لان ليس الانسان الا ما سعى. ربنا بيلاقيك بتسعة. فبيوفقك وبيحقق لك املك. وهو ده معنى الاية اللي هو انا عندي ظن عبدي او معنى الاية في الحديث الكدسي اللي هو بيقول انا عندي ظن عبدي بي. هو ده بده معنى قول سيدنا علي ابن ابي طالب ان هو اه كل ما هو متوقع ايت. التوقع من الحاجات برضو اللي بيقصر فيها علاقتنا البعض. لما بنكون حطين توقعات منطقية وعقلانية بتستمر العلاقات بشكل ايجابي. لان انت متتوقعش في اللي قدامك حاجات كبيرة قوي. وتخيب امالك لما ما يحققهاش. وهو كذلك. انما لما بنكون حطين توقعات اوفر من اللي قدامنا والعشان ووكلنا بزيادة عن اللزوم فغالبا احنا بنقابل قيبات الامل وفي المواقف اللي بتحصل في الحياة. فبالتالي بتتأثر على علاقتنا. فدايمن في علاقاتك حط وتوقعات في علاقاتك اه تكون فيه توقعات اه منطقية وعقلانية. وليست مع توقعات كبيرة اوي في الاخر مش هتحصل. التوقعات قوموا من كرة توقعات برضو ان هو بيساعدنا على المرونة والقدر على التكيف. طول ما انت عندك توقعات ايجابية فانت عندك مرونة وعندك تكيف. لان خططنا واهدفنا واحلامنا ما بتجيش زي ما احنا رسمناها في البلان. لازم بتلاقي في البلان ده في انحرافات. لازم بتلاقي في حاجات بتنزل حاجات بتوقع حاجات حاجات عقابات بتجيلك. طول ما انت متوقع دايما انك هتوصل لهدفك طول ما هتعرف تفكر بفكر وبفكر منطقي وبفكر معقول انك تتكيف مع ظروف الحالية وتعديها. فمش هتخلي دايما عقابات طرف قدامك. فهو ده قوة التوقع اللي احنا قلنا عليه. ان احنا اول حاجة التوقع بيخليك تاخد مواقف واجراءات نحو تحقيق اهدافك اللي انت بتوقعها واجراءات صح. تاني حاجة توقعاتك بتشكل اصلا عقليتك ونظرتك للعالم اللي حواليك. تالت حاجة نتوقع بيزيد عندك الثقة والتحفيز وبحاجة توقع بيقص على علاقتنا طول ما ما يتوقعاتنا آآ معقولة في علاقاتنا بتفضل علاقاتنا سبتة وبتفضل علاقاتنا قوية مع الناس اللي حوالينا. خامس حاجة ان التوقع بيقص على المرونة والقدرة على التكيف للصعوبات والتحديات اللي بتقابلك لتحقيق اهدافك. فبالتالي بتحقق اهدافك في النهاية لان ربنا سبحان الله على بيوفقك. آآ لتحقيق اهدافك وبيخلق قدامك الفرص اللي تتناسب مع توقعاتك. لعشان نشتغل على قوة التوقع صح ونصحق على قوة التوقع علينا صح. لازم اول حاجة ان انت تنمي عندك دايما العقلية الايجابية اللي بتتحدى انت في افكار السلبية وبتشتغل عليها. تاني حاجة ان انت دايما تحط توقعات واقعية لنفسك والناس اللي حواليك. رابع تالت حاجة ان انت تتصور النتائج الايجابية او تتخيل النجاح اللي انت بتوصله مع شغلك ومع توقعاتك آآ دايما تحط في دماغك بعد ما توصل لهدفك بتبقى شكلك عامل ازاي? ده بيحفزك وبيخليك دايما عندك الدافع القوي انك تكمل في طريقك مهما وجهتك من صعوبات وتحديات. بعد كده لازم تتحوط نفسك كويس او بمؤسرات ايجابية سواء بقى مؤسرات سمعية بصرية اشخاص من حواليك. اي حاجة بيضح بتك ابعد عنها تماما عشان تفضل دايما تتوقع الحاجات الايجابية وتتوقع دايما للخير. آآ تجنب تماما التحديث الحديث السلبي مع النفس وخليك دايما متبني فكرة الحديث الايجابي ان انت دايما بتتكلم مع نفسك وتقول انا بازن الله اللي انا عايزه. هو ده قوة التوقع. وهو ده ايه التأسيل اللي ممكن يعمله في حياتنا? اتمنى تكون الامور واضحة لو في اي حد عنده حاجة مش واضحة يسيبها لي في الكومنتات. لو جديد معنا ما تنساش السبسكرايب واشوفكم ان شاء الله فالانات اللي جاي على كل خير.